الطرد من الحكومة يهدد هؤلاء الوزراء طائرات مسيارة وكاميرات حرارية جد متطورة لمراقبة المنطقة الحدودية للمملكة جنرال المارينز الأمريكية مايكل لانجيلي قائد قوات الأفريكوم يزور المغرب للمرة الثالثة وزير الخارجية الإسباني الذي ألغ زيارته للجزائر يرافق السانشاز إلى المغرب وسائل إعلام إسبانية الملك محمد السادس سيستقبل بيدرو سانشاز تفاصيل التعينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني كأس العالم 2030 هذا ما سينفقه المغرب على العرص الكروي تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بوضع إعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتصلك كل أخبار دولة المغرب قال تي الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء إنه مع اختراب إجراء تعديل حكومي عاد جدل الوزراء مزدوجي الجنسية إلى الواجهة فدعا قياديون من أحزاب التحالف الحكومي في نقاشات الصالونات السياسية المغلقة إلى طرد هذا النوع من المسؤولين من الحكومة وتضم حكومة أخ النوش أكثر من وزير بجنسية مزدوجة أظهرت المدة الزمانية التي قضوها على رأس القطاعات الحكومية التي أشرف عليها فشلهم بل شكل مصدر قلق لأخ النوش في الكثير من الأحيان بسبب قرارات خاطئة كلفت الدولة الملايير وساهمت في احتقان اجتماعي لن تخرج منه خزينة الدولة سالمة في ذل إكراهات مالية كثيرة ناتجة عن الزلزال والجفاف كثف المغرب من نشاطه في المناطق الساحلية التي تشهد حركة مستمرة لقوارب الهجرة غير النظامية ويأتي هذا في سياق الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة بالمنطقة واستثمارا لمنطقي الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وباتت القوات المغربية تستعمل الطائرات المسيرة والكاميرات الحلارية لمراقبة المنطقة الحدودية بالإضافة إلى عملية التمشيط التي تقوم بها القوات العمومية لمنطقة بليونش والتي تعج بالعديد من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم من دول جنوب الصحراء وبالموازات مع تطوير هذه المقاربة توضح الأرقام التي تسجلها البحرية الملكية في المناطق الجنوبية أن مصاراتي ووجهاتي المهاجرين غير النظاميين أصبحت متعددة خصوصا بعدما أصبحت القوات العمومية المغربية تحكم قبضتها على المناطق الحدودية في المناطق المتوسطية وصل قائد قوات أفريقوم جنرال المارينز الأمريكية مايكل لانجيلي إلى المغرب في زيارته الثالثة للمملكة منذ توليه مهامه لإجراء سرسلة من المحادثات مع المسؤولين العسكريين ومناقشة المصالح الأمنية المشتركة والسبل المستقبلية لتعزيز التعاون وكان الجنرال القوي مايكل لانجيلي وهو أعلى مسؤول عسكري أمريكي مكلف بإفريقيا قد أشادت سابقا بقوة الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والمغرب خلال زيارته الأولى للمملكة أكتوبر 2022 منذ تعيينه قائدا للقيادة الأمريكية في إفريقيا وجدد المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع التزام الولايات المتحدة والمغرب بدعم السلام والأمن الإقليميين أصبح أقوى من أي وقت مضى وأضاف الجنرال الأمريكي خلال زيارته الأولى للمغرب ولقائه بنظرائه المغاربة إن شراكتنا العسكرية مبنية على روابط تاريخية عميقة تعود إلى تاريخ تأسيس الولايات المتحدة وركزت مناقشاتنا اليوم على سبل مواصلة العمل معا بشأن مجموعة من القضايا الأمنية ذات الأهمية والاستمرار في ضمان الاستقرار الإقليمي يحل يوم غاد الأربعاء رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز بالمغرب ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن سانشيز سيقوم اليوم بالزيارة الرسمية إلى المغرب وحسب نفس المصدر فإن زيارة سانشيز هي الأولى إلى المملكة بعد إعادة تعيينه رئيسا للحكومة وسيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية خسيه مانويل الباريس وتأتي زيارة سانشيز بعد أكثر من عام من الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده البلدان بالرباط وحينها دعا الملك محمد السادس بدرو سانشيز إلى زيارة رسمية أخرى وزير الخارجية الإسبانية خسيه مانويل الباريس والذي يرافق سانشيز كان قد أرجأ زيارة إلى الجزائري الأسبوع الماضي ومصادر تتحدث عن عزم مادريد فتح قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية أسوة بمجموعة من دول العالم التي تعترف بمغربية الصحراء وبدور المغرب الحاسم إقليميا ودوليا فيما يقدمه لإسبانيا ولأوروبا والعالمية من تعاون أمني نقلت عديد من الصحف الإسبانية أن رئيس الحكومة بدرو سانشيز الذي سيحل اليوم الأربعاء بالمغرب سيحظى باستقبال الملكي محمد السادس وحسب ذات المصادر فإن الصانشيز الذي سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية خسيه مانويل الباريس سيكون ضيفا على الملك محمد السادس بعدما كان قد دعاه إلى زيارة المغرب في وقت سابق وذلك حينما حل بالرباط لحضور الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين إذاعة كادينا سير نشرت أن الاستقبال الملكي موجود فعلا ضمن برنامج زيارة السانشيز إلى المغرب في إطار استراتيجية تهدف إلى تنمية الكفاءات الشابة وتعزيز التداول على مناصب المسؤولية أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم عن تعينات جديدة في عدد من المدن المغربية وشملت التعينات التي أقرها المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف حموشي سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية من أهمها تعين رئيس ونائب رئيس منطقة أمني بن مسيك بمدينة الضار البيضاء وتعين رئيس المنطقة الثانية للأمني بمدينة العيون كما تم تعين أطر شرطية على رأس مصالح أمنية لا ممركزة لتدبير الشؤون التقنية الشاملات تعين أربعة رؤساء لمصالح ولائية وجهوية وإقليمية لنظم المعلومات والاتصال بمدن بن ملال والرشيدية وورززات والجديدة وتندرج هذه التعيينات في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى الرفع من كفاءات ومردودية الموارد البشرية الشرطية وإتاحة التدول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وتعزيز أمن المواطني وضمان سلامة ممتلكاته وتؤكد هذه القرارات على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة التطورات وتنمية قدراتها البشرية لضمان أفضل خدمة للمواطن يتواصل الاهتمام الدولي الكبير بالمشاريع النوعية والعاجلة في البنية التحتية التي شرع المغرب في إنجازها استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030 اهتمام يتجلى بالأساس في رغبة العديد من الدول والشركات الكبرى الوطنية والدولية في الاستثمار في تشهيد الملاعب التي ستحتضن هذا العرص الكروي العالمي مع إنجاز مجموعة من المشاريع التي ستعود بالنفع على البلاد في المدى القريب والمتوسط وخاصة على مستوى فرص الشغل المباشرة أو غير المباشرة وخلق الثروة والجذب والإشعاع السياحي للمملكة وتفيد المعطيات المتوفرة وفق ما كتبته جريدة العالم أن التكلفة الإجمالية لتنظيم كأس العالم 2030 ستكلف المغرب ما يفوق 52 مليار درهم سيصرف جزء هام منها على البنى التحتية والملاعب وبالرغم من التكلفة الكبيرة لهذا الحدث فإن المتهمين يجمعون على أن المملكة ستجني الكثير من المنافع والفرص وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة تشارف شركتان فرنسيتان على الانتهاء من مشروع ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الكهرباء بتكليفة إجمالية تصل حوالي 240 مليون درهم وأبرزت مصادر متطابقة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فوضى للشركتين المتخصصتين فوضى للشركتين المتخصصتين سيجيليس واس جي او او إنشاء خطوط الربط الكهربائي لمحطة الميناء الذي يتم تشييده والمتوقع أن يبدأ التشغيل نهاية العام الجارية وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركتين أتمت أكثر من 70% من الأشغال قبل الموعد المحدد لهما ليتم قريبا ربط ميناء النظور غرب البحر الأبيض المتوسط بشبكة الكهرباء وتقدر تكليفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 مليار درهم علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع أرؤى مستقبلية وتحديد الآفاق ووثقا للمعطيات وبيانات شركة النظور غرب المتوسط سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا وأراضي مسطحة تمتد على 76 هكتار مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات وإلى هنا عزاء المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة